ايه من وجهة نظرك الغذاء اللي ممكن يحارب هذا المرض اللي عين طيب احنا بس ما قد ناشي الفكرة بتاعتنا اتفضل احنا قلنا ان فيه اخناقة ما بين الفيروس وجهاز المناعة ممثلة في خلايا اسمها لينفوسايت حضرتك بكل بساطة بكل بساطة اذا انا نشطت الخلايا اللينفوية دي في جسم الانسان هتصد اي فيروس فيه مهدو تمام ليه الكبار بيصابوا بالانفلوانزا او الكورونا وتحصل معهم حاليات وفيات احنا ما حسناش حالات وفيات كتير في الاطفال فيه بس اكسبشن لكن المشكلة كانت في كبار بل رغم ان كان الاول بيخوفوا في منتصف العمر وانت طالع لان اللي بيناشط الخلايا اللي انفوادي في جسمي غده اسمها الغده السايمومية وده مسار بحسي انا اتكلمت قلت يا اخوانا الغده السايمومية بتضمر لما نبله تمام عشان كده الاطفال ما بنخافش عليهم كان بيكترح ان احنا ندي التطعيم لسن اطفال خمس سنين انا رأيي الشخصي لا حافظ على الاولاد دول هم عندهم المناع اللي تقدر تكفيهم واخدبار حضرتك لكن الغده السايمومية هي المنشط الرئيسي للخلايا اللي انفواية في جسمي تمام انا دلوقتي لو عندي مريض عايز اعرف المريض ده هيصاب بالانفلونزا بالكورونا خلينا بالكورونا بالكوفيد هيصاب بالكوفيد خايف عنيه اشوف اعمل ايه طيب انا رأيي الشخصي بس عاوزين في عجالة لان وقت البرنامج هعمل صور الدم واشوف الخلايا اللي انفواية عندي قد ايه المصاب انا عندي عندي تحليل لبنتي انا شخصيا لما اصيبت بالكوفيد كان نسبة اللينفوسيت قد ايه نسبة الكوفيد بعد اما شفيت منها وصلت لاربعين في المية فوق الاربعين في المية اللي بيجيله ريكافري من الكوفيد فوق الاربعين في المية